فرصة عندنا بقى تقرير من دار الأوبرا المصرية نظمت ندوة مهمة جدا تحت عنوان نساء خدمنا الوطن وكان فيها مجموعة من سيدات مصر الناجحات المشرفات وتعالوا نشوف تفاصيل الندوة في التقرير اللي حنشوفه دلوقتي ونرجع نبتزي معاكم فقرات حلقتنا الندوة اليوم نساء في خدمة الوطن فكرة عظيمة من دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم كون إن إحنا نسلط الدوق على سيدات ونمازج بيخدمنا الوطن وفي استمرار خدمة الوطن مهم جدا لإنك بتحطي رسالة قوية لشباب طالع لجيل طالع وحتى تسليط الدوق على النمازج الناجحة سواء في معوقات قبلتها طب هتحلت إزاي المعوقات دي تدرجتها إزاي كل هذه الأشياء يجب أن تخرج للنور علشان يبقى عندنا مش بس سيدة ناجحة ولا 2 ولا 10 ولا 100 سعيدين مليون سيدة قيادية تقدر تجر مصر معانا إلى منطقة نور نساء خدمنا الوطن النهاردة عنوان بالندوة مهمة جدا بتعمل يعني زي ضوء أحمر في أزهان المشاهدين والحضور على أهمية دور المرأة وأهمية تواجدها جنبا إلى جنب مع الرجل وتبني قضايا اجتماعية لأن المرأة عندها حماس للقضية اللي بتتبنيها أو اللي بتؤمن بيها وبتكون قادرة على أنها تصنع فارقا في هذا الدول إذا عملنا المرأة كملكة سترد لنا هذه المعاملة بأجيال رائعة أمراء وأميرات بدل ما نشتكي من أولاد الشوارع والعشوائيات وهذا الضياع فتمكين المرأة جزء مهم جدا من تمكين المواطن بشكل عام أي أمة لم تتقدم إلا بتقدم المرأة فيها إلا بخروج المرأة للتعليم والعمل لو المرأة فضلت حديثة البيت مشلولة ما بتقومش بأي دور كان الوطن أعرج بيسير برجل واحدة اشتركوا في القناة